في متابعة للتطورات في غزة انتقل مباشرة إلى مراسل قناة المملكة في القطاع باسل العطار ليضعنا في صورة آخر التطورات باسل يبدو أن هناك ربما رشقات جديدة من القطاع أو ربما هناك هجمات من جانب الاحتلال الإسرائيلي الصورة من عندك نعم طارق نبدأ بالخبر الذي وردنا قبل قليل حيث أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فلسطيني نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في المناطق الشمالية لقطاع غزة وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 29 شهيداً وما يقرب من 100 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الذي يدخل يومه الثالث على قطاع غزة نتحدث اليوم طارق عن يوم دموي ارتقى حتى هذه اللحظة فيه سبعة شهداء بدأت إسرائيل في ساعات الفجر الأولى باستهداف شقة سكانية في مدينة حمد جنوب القطاع مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين من بينهم علي غالي وهو مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس بعد ذلك نفذت طائرات الاحتلال المسيرة الانتحارية غارة استهدفت منزلاً في المناطق الجنوبية وبالتحديد في بلدة بنسهيلة شرق محافظة خان يونس مما أدى إلى استشهاد أحمد أبو دقة المسؤول العسكري في سرايا القدس وبعدها بدقائق غارة طائرات الاحتلال على مجموعة من المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين والآن نتحدث عن شهيد جديد يوم دامي جديد من أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نفذت طائرات الاحتلال بحسب جيش الاحتلال منذ بدء العدوان 190 غارة استهدفت كافة مناطق القطاع أخطرها كان استهداف المنازل حيث وصل عدد الوحدات السكنية طارق التي دمرت منذ بدء العدوان بحسب المكتب الإعلامي الحكومي إلى 20 وحدة سكنية إلى جانب أيضا نحن نتحدث عن ما يقرب من 300 وحدة دمرت بشكل جزئي بعضها بات غير صالح للسكن في المقابل الفصائل الفلسطينية اليوم تمكنت من إطلاق رشقة صاروخية هي الأكبر ربما منذ بدء العدوان على القطاع سقطت القذائف الصاروخية في مناطق كان أبرزها جنوب تل أبيب مما أدى إلى مقتل مستوطن إلى جانب أيضا إصابات تم الإعلان عنها وفق جيش الاحتلال نتيجة إطلاق القذائف الصاروخية التي سقطت في مناطق متعددة من بينها مستوطنات الغلاف وبالتالي نتحدث عن استمرار لرد فعل الفصائل على العدوان الإسرائيلي المستمر الغرفة المشتركة أصدرت بيانا وقالت أن عمليات الرد مستمرة والثأر لضحايا العدوان مستمرة ووجهت رسالة جديدة للاحتلال الإسرائيلي أن استهداف المنازل سيجر ردود فعل من الغرفة المشتركة وهذا ما أكده أيضا أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الذي قال أن الإغتيالات لن توقف المقاومة الفلسطينية ولن تمنعها من توسيع ضرباتها والرد على العدوان الإسرائيلي وبالتالي نتحدث عن استمرار لحالة التصعيد في القطاع في ظل تحليق طارق لطائرات الاحتلال بشكل مكثف في سماء القطاع بين الحين والآخر نسمع الطيران الحربي يجوب سماء القطاع وينفذ غارات في مناطق مختلفة هل يعني ذلك في نهاية المطاب باسل أنه ثم تتراجع عن حديث التهديئة والمساعة التي تبذل لتحقيق وقف لإطلاق النار في ظل التمادي الإسرائيلي ومواصلة سياسة الاغتيالات وكذلك الاستهدافات المتكررة للمباني السكنية والمدنيين بالفعل نحن نتحدث عن تعقيد كبير في جهود الوسطى حتى الآن إسرائيل ترفض وذلك نقلا عن وسائل الإعلام العبرية ترفض وقف سياسة الاغتيالات بل أن مطالبات الفصائل منذ يوم الأمس بوقف سياسة الاغتيالات كشرط لتثبيت حالة الهدوء قوبلة باستمرار هذه السياسة باغتيال اثنين من كبار قادة سرايا القدس وحتى أن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال هدد بتوسيع عمليات الاغتيال وقال أن الجيش لا يلتفت للأنباء التي تتحدث عن وقف إطلاق النار وأخيرا كان هناك حديث في الإعلام العبري أن إسرائيل جمدت الحديث عن وقف إطلاق النار في أعقاب مقتل مستوطن وإطلاق الفصائل الفلسطينية للرشقة الصاروخية اليوم من القطاع في ساعات المساء الأولى وفي المقابل الفصائل الفلسطينية تتمسك بأنها مستمرة بالرد وأنها متمسكة أيضا بشرطها بوقف الاغتيالات كشرط لعودة الهدوء إلى قطاع غزة حتى الآن الجهود تبذل هناك اتصالات الفصائل تتحدث عن وجود اتصالات من الوسطاء لكن حتى اللحظة وعلى الرغم من وصول مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة لم يتم الحديث عن أي تطور بل أن الميدان بات يشهد مزيدا من التصعيد في الساعات القليلة الماضية ومتوقع أن يشهد أيضا مزيدا من هذا التصعيد خلال الفترة المقبلة يعني ذلك أن الحديث بشأن التهديئة باسل يجري بشكل حصري مع حركة الجهاد الإسلامي ولا يشمل باقي الفصائل الفلسطينية حماس بالدرجة الأولى نحن نتحدث أن الفصائل تؤكد في كل وقت أنها تنسق جهودها سواء في الميدان أو حتى على المستوى السياسي بالأمس رئيس المكتب السياسي لحماس قال أن هناك اتصالات تجرى معه من الوسطاء المصريين والقطريين وأيضا من الأمم المتحدة وبالتالي نتحدث عن تواصل مصري مع مختلف الفصائل حتى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحدثت وأكدت أن هناك اتصالات مصرية معها الجبهة الشعبية أيضا تحدثت عن هذا الأمر وبالتالي نتحدث أن الفصائل تؤكد وجود تنسق كبير بمعنى أن التفاهم على أي وقف إطلاق النار سيتم بإجماع الفصائل وليس فقط بفصيل واحد وحتى ردود فعل الفصائل نحن نتحدث عن الغرفة المشتركة وهي تضم لجنحة العسكرية لكافة الفصائل والتي تقول أنها مستمرة بالرد بمعنى أننا نتحدث عن توحيد ميداني وسياسي كما تؤكد الفصائل الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على القطاع طيب بلس في إطار الأضرار التي تواصل في قطاع غزة ذكرت موضوع الوحدات السكنية المئات من الوحدات السكنية لا شك أن ذلك يؤثر على الوضع الإنساني وعلى وضع قاطني تلك المباني والوحدات السكنية كيف يجري التعامل مع هذا الوضع؟ إضافة إلى الأعباء التي تلقى على كاهلي الوضع الصحي القطاع الطبي من جراء الاستهدفات المتكررة من جراء الحصار الإغلاق الذي يفرض على القطاع ربما حتى الآن ما يتم هو حصر فقط لتدمير الوحدات السكنية أصحاب هذه المنازل يلجأون في مثل هذه الحالات إلى أقاربهم لانتظار انتهاء التصعيد ومن ثم البدء في رحلة البحث عن تمويل لإعادة إعمار منازلهم نحن نتحدث عن تقدم بطيء لإعادة الإعمار لمنازل دمرت منذ عدوان عام 2008 وما زال أصحابها ينتظرون إعادة الإعمار هذا الملف هو ملف شائك وسيزيد أيضا تعقيدا بعد جولة التصعيد الحالية على المستوى الإنساني يمكن الحديث أيضا طارق عن ما تحدث به اليوم أو ما تحدث به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن نقطتين مهمتين النقطة الأولى متعلقة بمعبر بيت حانون إيرز هناك ما يقرب من أربعمائة مريض من أصحاب الأمراض المزمنة بحاجة للسفر العاجل لتلقي العلاج وخاصة وأن غالبيتهم من مرضى السرطان في مستشفيات داخل المحتال أو حتى في مستشفيات القدس وأن تأخير سفرهم يؤثر عليهم بشكل خطير ويهدد حياتهم وهذا الرقم يزيد كل يوم نحن نتحدث عن جدولة لسفر هؤلاء المرضى وكل يوم يتم إغلاق المعبر معناه زيادة في أعداد هؤلاء المواطنين النقطة الثانية متعلقة بمعبر كرم أبو سالم التجاري الإعلامي الحكومي اليوم أصدر تحذيرا أن إغلاق الاستمرار في إغلاق المعبر سيتسبب بتوقف محطة التوليد الوحيدة في غزة لقرب نفاذ الوقود المخصص لتشغيلها نحن نتحدث أن إسرائيل تتجه أو أن السياسة الإسرائيلية بإدخال كميات وقود تكفي لأيام محددة وليس بكميات تسمح بتخزين هذا الوقود بمعنى أن إغلاق المعبر لأكثر من يوم أو يومين أو ثلاثة يعني تفاقم الأزمة وصولا لتوقف المحطة توقف المحطة يعني زيادة في تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة سواء القطاع الصحي أو حتى مضخات المياه ومضخات الصرف الصحي المهددة أيضا بالتوقف نتيجة تقليص ساعات الكهرباء في حال توقف المحطة التي يعتمد عليها القطاع بشكل كبير في توفير الكهرباء اللازمة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة نعم باسل عطار أنا أشكرك حتى اللحظة بالطبع سنكون معك أولا بأول لمتابعة التطورات الجارية في قطاع غزة شكرا لك باسل العطار مراسل قناة المملكة في قطاع غزة ثلاثة أيام من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال ويبدو أن جهود الوسطى بإرساء هدوء أو هدنة ما تزال عاجزة الذروة الجديدة من التصعيد جاءت مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لاختيال جديد ما يرفع عدد شهداء قيادات الجهاد الإسلامي إلى خمسة القياد أحمد أبو دقة هو خامس الشهداء وقد قتيل من جراء قصف منزله في خان يونس وكان أبو دقة يشغل منصب نائب قائد الوحدة الصاروخية لسرايا القدس وعضو المجلس العسكري حيث تمى لحركة الجهاد الإسلامي مطلع التسعينيات من القرن الماضي ميزة المواجهة بين الفصائل والاحتلال هذه المرة أنها تستهدف على ما يبدو الصف الأول من قادة حركة الجهاد الإسلامي وعادة ما يطلق الاحتلال مسميات على هجماته العدوانية على غزة هذه الهجمة مثلا سمها الاحتلال الدرع والسهم بما يتوافق مع الأعياد اليهودية وأيات تسمية ترتبط برموز عيد الشعل اليهودي الذي يصادف هذه الأيام والذي تشعل فيه النيران حيث يعد الدرع والسهم من رموز هذا العيد أياد الاحتلال في هذه العملية امتدت كذلك إلى الضفة الغربية حيث اعتقل خمسة وعشرون عضوا في حركة الجهاد هناك ويدعي الاحتلال أن المعتقلين قاموا بتوجيه عشرات الخلايا من غزة لتنفيذ الهجمات وخلال الساعة الأربعة والعشرين الأخيرة نفذ فلسطينيون خمسة وثلاثين عملا مقاوما في الضفة الغربية ووفق مركز المعلومات الفلسطيني معطى فإنه جرى تنفيذ عشر عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجتين حالقتين إلى جانب إحراق حافلة للمستوطنين واندلاع المواجهات في ست عشر نقطة مرة أخرى إذن يثبت الاحتلال عن جاهيته ويسوق مبررات لاختيال كل ما هو فلسطيني ترجمة نانسي قنقر